السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هالنهار شعر الله نقدم وحد الحلقة ديال انواع الخبز شحان موحد كيمشي كي بقي يعطي الارانب ديالو الخبز هو صالح مئة بالمئة الارانب ديالو ولكن مني كي يكملو يعني كيشوف قادية مزيانة كيمشي وكيشري الخبز بالكيلو الخبز بالكيلو كيكون خنشا ما معروفش المصدر ديالا انت ما عارفش لانه كيكون واحد البائع كيمتجول كيكون مسكين بعلباب الله كيمشي وكيجمع الخبز وكيقدمو يعني كيوزنو بالكيلو كيبيعو كيشري عنديك التجارة ولكن الخبز را كيفرق واحد على واحد لان الخبز ديال المخبازات ماشي هو الخبز للدار هذه را خص متعرفوها لان وكيلو واحد النوع ديال الخبز اللي كيتباع في الزنقاء وهو ماشي ديال المخبازات كي نقولوه خبز الدار ولكن وخاك خبز الدار را مشي ولي معجون عندك في الدار علاش انقولكم الفرق علاش اولا الخبز ديال المخبازات هو هذا هذا هو الفينو هذا الفينو يعني كيكون خفيف ومنك تتحنو كتلقاه غي غبرة يعني مشيبه على الخبز يدار الخبز يدار شوفوا اسمو فيه شو كيبالكم فيه زرع هذا فيه زرع هذا صالح مئة بالمئة علاش لان شوفوا تطقل ديالو كيكون تقيل علاش لان فيه زرع اما هذا فيه غي الفورس كيين الفرق ما بين الفورس وكين الفرق ما بين يعني خبز يدار اللي فيه الزرع المشكلة الكبيرة مشي هادو بجوج ممكن انه ميدررش ميدررش يعني هسا هادا ديال المخبازات ممكن انه ميدررش الاني ولكن المشكلة فيه كين مني كنلقو بحل بحل واحد نوع ديال الخبز أنا غادي نشوفوه بحل هاد الشكل هادا هادا هو الخبز ديال الدار ولكني كيتباع في الحانوز هو ديال الدار يعني ماشي بحل الباريزيان احنا كنقوله الباريزيان كين لي كيقوله الباقيت كين الخبز او ثاني ديال المخبازات لا كين واحد نوع ديال الغش ديال الخبز هي واحد المادة كيزيدوها هي ديال بحل شكل ويرا كدرة الانسان هاد المادة كيزيدوها هاد المادة كتزيدوه في التقل كتزيدوه في التقل دياله يعني هو في الحقيقة غوش ولكن هاد المادة هديرا ما صارحاش الانب لأنها كتضرهم في الجهاز الهضمي دياله اما بالنسبة الانسان راه تاوى كيعيق بها لأن كيشري الخبز من الزنقة وكيياكلوه كيحسب المعدة دياله كد تقيلة وكتضره أكثر يتقل كتحسبها تقيلة هاديك راه مادة بيضاء يعني ديالبحال الشكل ديال القبز كيشدوها وكيزيدوها على الخبز الخبز مكايديرون كيديرون الخميرة عادية انها كتزيد الخميرة معي يعني كتخمر الخبز كتنفخوه ولكن هذيك المادة كتعطيها التقل لأنك كان بعض الباعة ديال الخبز كتلقاها خفيفة وماش يشدوك هذيك المادة كتعطيهم التقل ديال الخبز كتقل الخبزة كي يقولي بحلو بحل راك عاجنو انت في الكوزينة ديالك ويلا ذاك الشي را غي يغش وراك يضر الانيب إذا من يتبعو تشريو الخبز كارم كينا طريقية إما تخلو من الجيران ان الجيران ديالكو تقول لهم ما يبقوش يرميو الخبز حرام انهم يرميو الخبز يخليو ديرهم مثلا واحد شبيكة وتقول لهم خليو لي الخبز ما ترميوش انه غاد يكون هذاك شي معجون في الدار يعني الخبز لي صالح الالانب هو الخبز لي كيكون معجون في الدار هذا هو الخلاصة ديال هاد هاد الحلقة هذي قداش مني ما ادبرته ادبرو اما من عند الجيران ادبرو من عند هادك الباع المتجوينين تقول لهم ما تقاش يقولوا الخبز ما تشيروش الخبز اللي من عند المخبازات انا باغي الخبز بحال ديال الديور اللي كيخرجوه لكم من الديور ماشي شي حاجة اما كتباع عند شي واحد مثلا واحد متجر وكرملو الخبز وبدأ كيبيعو هاداك الخبز اللي كيتباع عند المتجر او كيتباع يعني الباتيسري هادو كرا كلهم يا اما دايرين ذاك المادة اللي كتلكم عليها يا اما دايرين غي الفورس هادارة غي فورس هادارة ما صالحش ما كيعطيهمش تغدية صحيحة نحن كنحضروا على مثل هادارة الخبز هادارة ديالدار هو الضار ديالي مني كنشوفو اسمو فيه راب فيه الزرع الزرع صالح مئة بالمئة للآلنب ديالي اذا راب موضوع حصري راب ما ما ديرو كيعرفوه شكونا وما ما كيعرفوها الناس الحريفية مثلا عندهم شيئة وكيقدموها الخبز هادارة ما كيشريوش هادا هادارة ما كيشريوش هادا او ما كيشريوش. ان هادا روالو هادا رغي انتم لاحظوا ان اه مني كاملون تحنوه كالقوه غي غبرة هادا هادا غي غبرة هادا. اما في حال الاش دينا هادا النوع هادا انتم ما شوفوا كيفش ديها. هادا رغى زرع زرع كتاكل زرع نيشان. هادا صالح هادا صالح الارني بمئة مئة انا جربته غير يكون كارم طريقة مزيانة وتخزين ديالو ميكونش في ديك الصوفة الخضرة ديك البنو الأخضر يعني ميكونش ضايع وعطيه لهم را صالح مئة بالمئة انتم هادا حرشة انتم هادا نقولوا حرشة هي هادا صالحة هي مئة بمئة هذه راوة حرشة بالدراء راها صالحة صالحة مئة بالمئة انتم لا ميلا شلتوا المكونات ديالها هنا يا ثم راها فيها الدراء الدراء صالحة يعني لبعناش غدين احنا نمشيو يعني ان ناكلوا احنا هادا 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 الحرشة ومنينشيطنا واحدة واحدة المورسلوية مشيور ميقوم لا اي عادة تدوير هادية الروسيكلاج اي عادة تدوير ان تحجم الترمى حرام ان هادا هادا هاد طرف دي الحرشة ان هو الترمى علش من نخدموه ونعطيوه الاراني بديوه لنا في نفس الوقت هاو مشروع خدام ممكن انكم تسافدوا منو ممكن انكم عوثاني العلاقه بكم وبالله تكون مزيانة في نفس الوقت هانتو ما ما قايتوش كسر منو هادا هادا الخبز لانه حرام انكم النعمة دي سيدي ربيك وكتر ما في البوبال في الازبال حرام اما بالنسبة للتربية دي الاراني برح تايرها صادقة راكم كتساهموا في انتاج دي اللحم اما كتسدوا بانتوما او كتبعوه المهم انه كين واحد العمل دي الله اني را تهيى فيها عناء دي التشطاب دي بتبني الكاج انك تراقب الاراني بديها لك تعطيهم الماكلة تهيى را كل شي صادقة وبالنسبة لهذا الخبز هذا ما ترميوش خبز دي اللي في الدار ما ترميوش راها صالح مئة بنو المئة وما تشريوش بحال هاد شي بحال هاد سفنجة هكا بحال هاد الحويجة ديال غي اه يعني ماشي ماشي زرع هادا ماشي زرع هادا غي يعني غي فورس هاد ما ما صالحش الاراني بباتاته هاد ما كي هاد ما يعطيهمش صحة ما يسمنهمش اه بالنسبة لهذا هاد 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 اللي كيتشراء الخبز اللي كيتشراء هنا وهذا هذا الخبز اللي كيتشراء على على بر راحته ورا أكتلكم كيفية في ذيك المواد اللي لا يسمح لهم ان هادا رغش انك يديرو الحاجة وما عارفين هادا المواد ما كتدخلش من هنا يا كتدخل من 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 اسبانيا انها سولت واحد البائع قال لي يا المواد اللي كيستعملوها باش كيزيدو هادا الخبز كيتقلوه هي مواد ماشي مغربية هي الناس ديال الخارج ديال الغرب ما كيخدموش اذك الاشياء ولكن كي نتجوها وكيبيعوها للناس اللي الفقراء البودن المجاورة للمساكن كيحسونها وكي نتجوها في هاد الحواج هادو كيبيعو لهم هادا هاد السموم باش باش هي ربح الباعة وربح للتجار ولكن خسارة بالنسبة ل يعني للمشتري اذا هاد هي الحلقة ديالنا هاد نهار كنظن ان الحلقة تكون تكون مفيدة ان شاء الله وتسافدو وتعرفو يعني الخبز المناسب اللي سعطيعوها الارانيب ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر الجام وتكيو على زر الجرس كي يصير لكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة